لما نتحدث عن الجيل ومعطيات تنشئته تختلف بالفعل من زمن إلى زمن يعني أهلينا ما واجهوا مشكلة هل يعرضونا لمواقع التواصل الاجتماعي أم لا لكن الآن مع أبنائنا نحن نواجه هذه المشكلة حكينا عشان يكون بعيدا عن التنظير صعب جدا نبعدهم عن الانترنت صعب جدا نبعدهم عن الشاشات بعد هالسنتين اللي كانوا عم بشكل مفصل في موضوع التواصل وعدم التواصل في هذا الخصوص قديش بتشوفوا انتشار مواقع التواصل الاجتماعي ويكون لكل شخص ملف خاص فيه من الأطفال عم نحكي فوق الثماني سنين خطير هلا مبدئيا بنا نعرف أنه زمان زم ما أنت حكيتي كان موحيط الطفل هو العائلة هو الأسرة هو المدرسة وكانت هاي المؤثرات اللي بتأثر على نموه وتطوره والمعرفة عنده وأراءه ومعتقداته كلها كانت منبع من المدرسة والبيت أو الأصدقاء والعائلة هلأ صار في عنا دخيل جديد وهو كمان دخيل على كل الأعمار يعني ما عم بقدر أحكي بس أنه على مرحلة مثلاً 8 سنين وفوق لا هي عم بتكون مرحلة عم تدخل على عمر السنتين نعم وهي ما بنقدر نمنعها يعني هلأ إذا بنروح نستنى بعيادة الدكتور بنلاقيه فيه تلفزيون طبعا وفيه شاشات بكل محل فنحنا عشان نقدر نكون أهل يعني كونشس أو وعيين بدنا نعرف كيف نستخدم هذه المدخلات بطريقة تكون إيجابية مع أطفالنا أكتر من أنه نحاول نمنعها لأنه المنع بهذا الفترة وبهذا الوقت ممكن يعطي أثر سلبي بأنه يصير فضول للطفل ويصير يخبي وما بده يحكي لماما أنه شاف عن صاحبه كذا أو أنه مسك التليفون طبع صاحبه أو كذا فلازم كتير أنه نحنا نكون أوبن معاهم إذن المنع المنع يعتبر غير واقعي أكيد أكيد يعني نحنا ما بنقدر نمنع بنقدر نحدد بنقدر تليمتت يعني أكتر نقدر نعطي بدائل بس ما بنقدر نمنع وبالعكس إذا الطفل كان عنده فضوله بده يعرف مين أحسن منا نحنا كأهل أنه نحنا نورجيه ونعلمه ونعطيه الفيدباك طبعنا أو شو نحنا رأينا بالإشي اللي شافه أو الإشي اللي تعرض له نعم هلأ مبدئيا أنه يكون إله ملف خاص هلأ أنا برفض يعني يعني خلينا نحكي كأخصائية أنا برفض هذا الإشي ليش لأنه هو كطفل مو قادر على أنه يكون الشخصية اللي يبرس فيها قدام الناس هو لسه عم بيكون فيها هلأ نعم يعني أنت تخيل حالك أو تخيل حالك داني أنتو هلأ أكبر وكان عندكم ملف وأنتو وصغار وشو الصور اللي نشرتوها وشو الكلام اللي حكيتو وهذا الإشي انتشر وكل الناس شافه فما بظن أنه رح يكون نفس ما أنا بدي نعم نحن بهذا العمر مش عارفين نكون صورة نفرتيها للناس يعني ديش الموضوع يعني صعب مش سهل بحب أنه يكونوا الأهل الوعيين أنه هذا طفلي رح يكبر يوم الأيام ورح يزعل مني أني أنا نشرت هاي الصورة أو حكيت عنه هذا الإشي فهو ما بيكون يمكن بده هاي الصورة تكون إله بهذا الوقت سيد فرح أنا بدي أسألك سؤال أنا بشوف يعني كتير أحيان إقحام للأطفال في السوشيال ميديا الخاصة فينا يعني الكبار بده يكون عنده سوشيال ميديا وبده يكون هو نفسه أكتف على السوشيال ميديا والأم نفسها بحب تكون أكتف على أي موقع من المواقع أو الأب نفسه وحابب هو هاي الحياة بشاركها بشكل واعي أو غير واعي ما بعرف يعني عارفة بس أنت شو رأيك في هذا الموضوع لما نحنا يعني الطفل عم بلاقي حاله جزء من سوشيال ميديا تاعت أهله تبعت أهله يعني قرار بعضهم تلاقيهم خلاص أنه صاروا متعودين على الموضوع بعرف أنه هو على السوشيال ميديا بعضهم لا عارفوا بتلاقي أحيانا الولد عم بيبكي ومع أحيانك الأهل مصررين أنهم يصوروا مصررين أنهم ينزلوا صوره مصررين عارفة شو أصلي فطريقة إدخال أطفالنا على السوشيال ميديا الخاصة فينا شو هي الطريقة المثلة هذا الكلام أول إشي بدنا نحترم رأي الطفل وإذا هو حابب أو مو حابب ننزل إله ثاني إشي الدخول للسوشيال ميديا بده تدريس وبده تدريب يعني نحن ما بنقدر أن يجي نحط للولد أنه مثلا خلاص صورة 13 سنية اللي أخذ أفتح فيسبوك أفتح إنستغرام وكل إشي هذا الإشي بده يسير عن طريق التدريب لا عفوا أنا ما عم بحكي عن هذا الإشي عم بحكي عن إدخال أطفالنا في السوشيال ميديا الخاصة فينا يعني أنا مثلا كأب أعد أدخل ابني بالسوشيال ميديا أصوره وأدخله أصوره وأدخله وأصوره النشاطات اللي عم بيقوم فيها سواء جوالبيت أو بره البيت يعني نحن يعني إقحام أطفالنا في السوشيال ميديا الخاصة فينا مش بروفايلاتهم أطفال الصغار أنا بفهم إنه نحن كلياتنا بده يكون عندنا محتوى وبنتنا المحتوى يكون جارب وبدنا الناس يعني يعجبوا بالإشي اللي نحنا من نزله وهذا إشي طبيعي موجود كل حدا بس نحن بنحاول يكون المحتوى خاص فينا إحنا كأهل أوكي مش خاص بأولادنا ليه؟ لأنه زي ما حكيت من قبل أو اللي أنت عمالك لنشر عن أولادك هلا أنت بدك إنه الأهل إذا بحبوا ينزلوا إصاص صارت معهم ممكن ينزلوا بدون ذكر أسماء الطفل الفلاني أو الطفل الفلاني وممكن بدون صور وممكن إذا فعلا هني حابين ينزلوا صورة إنهم يستأذنوا من أطفالهم بيصير ماما نزل هذه الصورة أنا وياك مثلا كل حدا يشوفها ولا ما بصير هل يعرف إنه هو إله رأي وإنه هو مخير بإنه ينزل أو ما ينزل حتى لو كان عمره أربع سنين بدنا نحاول إنه نحن نستشيره ونسأله لأنه هو يمكن يكون شخص ما بحب إنه ينشر شو ممكن يصير بالمستقبل يعني أنا مثلا بنتي بدلها تحكي لي إنه أنا بجوز بس أكبر وحصير إشي مهم برجع وبعدين بشوفوا صوري وأنا وصغيرة ما بدي فهي عارفة إنه المنتاليتي تبعتها أو العقلية تبعتها لما تكبر حتكون مختلفة عنها وما بدها إنه تخلط العقل تينا هو بالآخر يعني عالم مفروض علينا فالأهل المعين بيمسكوا إيدين أولادهم وبمشيوهم خطوة خطوة لهذا العالم لأنه مرات لما نلغي وجوده وكأنه إحنا منتير فضولهم أكثر رح نسمع منك كمان لاحقاً شو النصائح وشو القواعد اللي بتوجيها للأهل ولكن إحنا بدورنا كمان انتقلنا للشارع وسألنا الناس هل بتأيد وجود مواقع خاصة في التواصل الاجتماعي لطفلك ووين دور الأهل بالرقابة بينتشر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير بين مختلف الأشخاص من الكبار والمراهقين والأطفال وبيتعرض الأطفال لمحتويات مختلفة ومتعددة على هذه المواقع بعضها بيكون مناسب لإلهم أما البعض الآخر فبيكون غير مناسب وممكن يلحق بعض الأضرار في الأطفال فهل يمكن عمل منصات تواصل اجتماعي خاصة بالأطفال بتختلف بمحتواها ومضمونها عن مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالكبار أم أن الأهل رح يكتفوا فقط بالرقابة والتوعية لأطفالهم قبل إدخالهم على هاي المواقع برأيك اليوم لازم يكون في مواقع تواصل اجتماعي خاصة بالأطفال بتختلف عن المواقع تواصل اجتماعي الخاصة بالكبار؟ أنا بأيدها الفكر لأنه إحنا هلأ يعني بزمن غير أيام زماني يعني غير الأيام المرء فيها جدودنا وقبياتنا هلأ الأيام هاي بتلاقي الطفل الصغير ماشي وحامل آيباد تبعه أو عنده موبايل خاص فيه إحنا أيام مدرسة أيام زمن ما كانش عنه موبايلات بس هم من هلأ الأيام هاي بتوجيه بالأوتنا وبالعاشر معهم موبايلات هلأ الأطفال الصغر بالعمر إيش ما بتطلع على قبالهم من أبوهم أو أمهم مسكين تلفوناتهم بيدوا مصير معهم تلفونات أنا بأيد طبعا أنه يكون فيه لهم برامج خاصة أنه تحفظهم أنه مثلا زي اليوتيوب كيدز في يوتيوب عادي أنه نكون إحنا الأبياتهم مهتمين بهذا الموضوع ويطوروا هاي الفكرة براسهم لكن إيش يصالحهم وما يضرهم مية بالمية طبعا أنه الطفل طبعا أنت تركيبته بتخلف عن الكبير وعن البالغ يعني فأنا مع هذا الإشي أنه يكون لهم يعني مواقع خاصة فيهم يعني بتوجيههم توجيه صح فيه على نفس الأجهزة فيه إشي اسمه رقابة أبوية بتحطي لهم إشي معين ما بقدروا يفتحوا له إشي ثاني نهائي بكون سبوا صراح على التواصل الاجتماعي وبتذاك من موضوعها أنا بالنسبة عندي بنت عمرها 13 سنة 14 سنة صراح التواصل الاجتماعي مانعها فيه منه لأنه كله فتنة بأيد أنه يكون لهم مواقع تواصل بس مع رقابة خاصة حتى يعرفوا الأهالي أش بيسوهم أمن فكرة أنه يكون فيه مواقع بس للأطفال لا الفكرة كتير كويسة لا بيكون لو للأطفال بيكون أحسن بس برضو بدهم رقابة حتى لو كان للأطفال ممكن يكون فيه محتوى سيئ بدهم مراقبة في ظل عدم وجود هاي المواقع اليوم الخاصة بالأطفال شو مستوى الرقابة والوعي اللي لازم يكون عند الأطفال حتى أسمح لهم يتابع مواقع تواصل الاجتماعي برأيك؟ حلأ أسلوب الرقابة هذا لازم يكون يعني موجه من الأب أولاً عفواً الأم أولاً والأب ثانياً ويكون برضو على الأماكن اللي بروحة عليها تمام لازم يكون حتى هو ماسك الموبايل أو الآيباد بين إيديه لازم يكون فيه حداً منتبه عليه هو إيش فاتح ممكن يجي إعلان ترويجي لإيش مؤين هو مش لازم يشوفه تماماً إنه لك كثرة الإعلانات بتفيده بحياته الاجتماعية كيف؟ آه يعني أنا بعطيه توعية من عمر عشر سنوات لما يوعى يعني أنا الرقابة أعتقادي إنه دايماً التلفوني يظلوا مع الأم أو تحت المراقبة هذا هو الصح أنا مش مشكلة بالتواصل الاجتماعي المشكلة كيفية استخدام التواصل الاجتماعي إذا كان فيه رقابة على الأطفال وكيف بيستخدموه ما فيه مشكلة بالعكس بتنوروا بيشوفوا شغلات بتعلموك شغلات كثير من التواصل الاجتماعي مش شرط إنه يكون يعني إيش سيء بالعكس اختلفت الأراء ما بين تأييد عمل مواقع تواصل الاجتماعي خاصة بالأطفال وما بين إبعاد الأطفال كل البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي لكن الأراء اجتمعت حول أهمية توعية الأطفال والرقابة عليهم قبل دخولهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي في حال استخدموها نظراً للخطر والمحتوى اللي ممكن يكون غير مناسب للأطفال أسيلي شبيب لبرنامج دنيا دنيا نعم إذا نستفرح إن شفنا أراء الناس المعظم يعني هو واعي لفكرة إنه لازم للأطفال يكون في إلهم محتوى مختلف عن الكبار فمعظمنا شايفين هذا الإشي ولكن يعني لا يمكن يعني بتخيل بأي حال من الأحوال إنكار إنه نحنا يعني في غضم هاي الحياة مع بعض فعلى الأقل شو القواعد الأساسية المهمة يعني نحنا ننتبه لإلها يعني إنه أقل إشي ممكن إنه نعمله كيف ننتبه شو القواعد الأساسية اللازم إنه يتكون موجودة بينه وبين أطفالنا أوكي حلا أنا بحب أنوه إنه أهم إشي أهم إشي هو علاقة الأهل مع الأبناء لازم تكون مبنية على الثقة لازم يشعر الطفل إنه أي إشي أنا بشوفه بروح بحكي لأماما أو بابا هذا رح يتقابل برحب صدر رح يسمعوني ورح يعطوني الفيتباك الصح يعني ما بصير أنا أخلي في ابني إله مرجع تاني غير أنا كرقم واحد وبصير أنا يعني أرتب له المراجع تبعته لمين يروح إذا أنا مش موجودة نعم لما يجي يحكي لي ما بحاول إني ما أعصب أصرق ليش هيك كيف هذا يحكي معك بعمله وأنفله وما تسمعه ما كذا بروح بقول له إنه لا رح نشوف أشياء رح نسمع أشياء فيه شغلات ما رح تعجبنا بس نحنا بدورنا مش لازم نحنا مثلا نعيد هذا الكلام بصير إشتعمل مثلا ري بوست أو ريتويت أو ثابر من هذه الأشياء أو نعمل لها شير ولازم نعرفهم إنه شو المبادئ والأخلاق اللي موجودة عنا بالبيت اللي لازم هنا يتبعوها نعم الثاني إشي فيه بحب أحكي عنه فيه برامج واحد حكاهم كثير مبسط عليه اللي هنا البارنتل كنترول أو التحكم عن طريق الأهل زي فاميلي لينك وفيه كثير كمان أبليكيشن الثانية ممكن أن نحنا نحط ونحدد للأولاد أول فترة قبل ما نعطيهم التليفون أو نعطيهم الجهاز اللي عندهم بيكون فيه عندنا كنترول منشوف إيش الأبليكيشن والتطبيقات اللي هنا بنزلوها قديش لازم يعدوا على كل تطبيق من التطبيقات إمتى لازم يطفي للنوم وإمتى لازم يبلش يشتغل الصباح نعم فهذا كثير باب عنا إحنا سكرين تايم نقدر نشوف أولادنا الديعم بأضوات وعنا كمان زي ما أنت حكيتي والأخ تفضل بالتقرير أنه في عنا تطبيقات أصلا الطفل ما بيقدر ينزل هذا التطبيق غير ما يرجع لهاتف الوالد أو جهازه لكن سؤالي الأهل اللي ماخدين الأمور ببساطة أو ما عنهم هاي الثقافة التكنولوجية هل برضو موضوع الحوار يعني ممكن يجيب نتيجة ولا صار في عنا هاي الفجوة اللي بنحكيها بين الأجيال هلأ طبعا الحوار يجيب نتيجة ودائما بيجيب نتيجة بس كيف خطوات الحوار هي اللي بدنا نحاول نركز عليها هلأ دائما لما بدنا نحكي مع الولاد بدنا نحاول نبلش معهم بلغة المشاعر لأنه هني دائما بتشتغل عندهم الأميكدلاء الأميكدلاء هي مسؤولة على المشاعر هذا الجزء هو اللي بخليهم ياخدوا القرارات فدائما نحكي لهم أنا باعرف أنك أنت بتحب كتير تلعب أنا باعرف أنه بتحب الجهاز يكون معاك بعرف أنه هي اللعبة كتير مسلية بس مثلا فيه شغلات لازم أحكي لك عنها لأنني أنا بخاف عليك لأنني أنا بحبك ولأنه بدي إياك تظل تحضر وبيدي إياك تظل تلعب نعم فهو هون بصير يشعر أنه فيه نوع من أنواع الثقة بيننا عشان أنه أنا ما بدي أخذ منه أو ما عم بعمل لك لأني ما بحبه أو بعاقبه فعم بورجي أنه الأساسيات أنا بدي أسألك فرح حلق فيه أهل رفضين الفكرة قطعا أنه أنا أولادي ما بدي أهم على مواقع التواصل الاجتماعي ما في أي فايدة ليش أعرضهم لهذا الخطر هل هناك فوائد؟ هل هناك قيمة مضافة لأطفالنا لما يكونوا على هذه المواقع ولهو الموضوع لأنه إحنا مش قادرين نتحكم بالمعطيات فبدنا نمشي الأمور لأنه صاحبي عنده لأنه صاحبتي عندها صفحة عندها حساب شو بتحكي بهذا الخصوص؟ أنا بفضل أنه ما يكون في عندهم لأي عمر؟ حتى فيسبوك وإنستجرام بيقولك قالي عمر 13 سنة يعني هيني محددين يعني فهذا 13 سنة لمجتمعهم ما بالك مجتمعنا يعني نحنا بديو يكون أكيد أعلى شوي من هاي النسبة بس أنا مثلا كمان ممكن بذات الوقت أني أنا أحقق فضولهم أو أني أحاول أني ألبي الطموح تباهم بأنهم ياخدوا مثلا ممكن أعمل لحساب فيسبوك مشترك لكل الأولاد اللي بالبيت وأنه هني يستخدمون لما يكونوا بحاجته أو لما يستفسروا عن إشي تحت مراقبتي أو لما أنا أكون بشوف اللوغ بشوف إيش أني عملوا شو سووا بهذا الوقت وما بروح ببهدلوا أنه ليشك عملت ليشك سويت مثلا تعال هذا الإشي اللي عملتو أنا بعرف أصدق أنك تشوف أو أنك تستفسر بس مثلا هاي في إلها خطوة مثلا خطيرة أنه ممكن كذا وكمان بدنا نوعيهم عن الجرائم الإلكترونية نورجيهم أنه أي كلمة بتحكيها هي محسوبة عليك وممكن تدخل للشرطة بهذا الموضوع وفكرة الإبتزاز واللي ممكن يكون كمان يصير فيه كمان تحرشات جنسية مثلا معينة أو ممكن يصير فيه كتير مهم أنه نحن نعرف أنه واعي طفل لطفل تاني بختلف ففي أطفال بيكون عندهم واعي سريع وبتحس أنه عن جد قادر على التمييز بين الصح والغلط وفي أطفال بتحس أنه لا لسه بدهم فهادي قدرة الواعي هي دراسة ذاتية للأهل يعني الأهل بدهم يدرسوا طفلهم إذا هو وصل لهذا الواعي أو لا عن طريق الخبرات اللي بيمروا فيها مع بعض فأنا بشوف ابني هاي ابني مثلا وعي وشفته أنه شاطر وقادر فبقول له مثلا بعطيه شوية حرية زيادة أو بسمح له شيء أكتر وبراقبه وبشوف فهي تمرين يعني سوشال ميديا تمرين للأطفال حتى يقدر يفضوا على هذا ما في شيء اسمه ما تغلب حالك مع ابنك خلاص ممنوع أنا حكيت ممنوع لا في بعض الأحيان أنت بدك تجاري هذا الجيل ولكن ما تفقد دورك الرقابي وتعطي جهد إضافي أكيد هي كتير عبق على الأطفال شكرا جزيلا سيد فرح يعطيك ألف عافية الله يعافي